اسلام عليكم اهلا بكم مشاهدين الكرام عزائي في سعادة تقنية مع هذا الفيديو الجديد فيديو هذا اليوم ان شاء الله سنتحدث سويا على الخاصية الجديدة دي ال vip package خاصية جديدة تم اتحتها على عدد من اجهزة الاستقبال الفضائي وهذه الاجهزة هذه اللي تم دعمها وتطويرها من طرف فريق غوسات هاد الاجهزة هذه فكي تم بيعها يعني في عدد من المدن وعدد من المناطق وعدد من البلدان العالمية على شكلة سريالات تابعة لهذا الفريق باسماء شركات محددة عدد من الاسئلة اللي توصلت بها يعني طيلة هاد ال 5 ايام يعني الاخيرة شنو هي ال vip package الهدف منها واش مضمونة وشنو هي المشاكل التقنية اللي ممكن الوحدي عليها واش كتشوف ان التامان اللي تصدرف حق هذه الخاصية واش يستاهل الشراء اولا لا وهاد الفوضى هادي وهاد الضجة اللي تفتعلات من ضرف هذه الخاصية واش كي يبلك على انها ضجة ايجابية ولا سلبية اولا غير باش نكون معكم واضحة الاخوان في المسألة هادي فهنا غنحاول نجوكم على جميع الاسئلة المرتبطة بخاصية vip package والهدف والاسماء اللي جاءت عليه اولا فريق غوصات هو عبارة على فريق يقوم بتطوير واحد البروسيسور وهذا البروسيسور فهو كيكون متواجد في عدد من الاجهزة او عدد من المستقبلات الرقمية وهذه المستقبلات الرقمية فهي كتكون مدمجة بعدد من الخدامات اي انك انت بالنسبة لك اللي كتشيري هذا الجهاز فكأنما شريتي الساعة كتعطيك واحد الوقت اللي هو محدد كأنما شريتي واحد الكاميرا اللي كتعطيك وظيفة دي التصوير وممكنش تزيد فيها شي حاجة اخرى يعني كتشري واحد حاجة اللي ما عندكش فيها حرية الاستخدام بحل الهواتف الدكية بحل الحواسي يعني هما يندمج لك واحد الجهاز واحد المستقبل الرقمي في عدد من الاضافات عدد من الخصائص عدد من الخدمات في واحد نوع دي اللونشر محدد وكذلك محدود على مستوى الخصائص على مستوى الترددات على مستوى سيعة تخزين القنوات وكذلك على مستوى يعني ضغط البطوة مجموعة من الامور التقنية يعني هما توفروا لك هات الخدمات هذي وانت كتشري الهدف ديالك هو انك كتشري هات الشي بالتامن قوسات هو المطور الرسمي والاسمة مندهد خمس سنوات الاخيرة المعالجات ديال جي ايكس كذلك هو المطور الاسمة العدد من الخدمات او السيرفيرات من بينها جيشار فانكام فوريفر وهو اللي كي يسوق وهو اللي كي يقترح وهو كذلك اللي كي ينفد طالبات ديال الشركات اللي عندهم واحد ستوك في واحد البلاد اي انه مثلا انا عندي واحد الجهاز سميتو استفور تيك على سبيل المثال وهذاك الجهاز ديالي فهو فيه خاصائص اللي مكيناش عند المنافس ديالي اللي هو مثلا شاولين سكر مثلا هذك المنافس هو رعده نفس الجهاز نفس البروسيسور نفس الخاصائص ولكن انا كان امتاز عليه بواحد الخاصية كان شهرها بزاف وهذه الخاصية هي اللي نجحت فيها هذا هو الهدف اللي جاء بالVIP باكاج انه مثلا انا بغيت الVIP باكاج تطرح ليه في الاجهزة ديالي فانا سنطلب من هذا الفريق هذا يستفطول ليه ميزاجور باش ان الاجهزة ديالي يتمتع بعض الخاصية هذي وطبيعة الحال فهذه المسألة هذي كتم يا اما مجانا يا اما بالفلوس هذي على حسب النوع ديال الخاصية وحسب تأثير ديالها وطالب ديال الزبانة اذا الVIP باكاج هي عبارة على واحد البورت اكسترن اللي ما عندوش علاقة بذك السيرفر اللي انت كتشري يعني ذك السيرفر اللي هو انتر يعني كتشري فيه 15 شهر مثلا بالديكودر ب350 درهم يعني ما عندهاش ارتيبات بيه يعني غادي تجيبه في سيرفر في بوكي واحد جوش 3 4 5 6 7 8 عشرة البوكيات مثلا ولكن هذك البوكي بالضبط اذا بغيتي يخدم لك في هذك الرسيبتور فخاصك تخلص مقابل مادي بشكل شهري الايجابيات ديال الVIP باكاج والسلبية ديال الVIP باكاج بالنسبة لي ما كنشوفش عندها شي ايجابيات هي فقط ضججة مفتاحة لا من طرف بعض الناس من طرف يوتيوبر من طرف مجموعة من المجموعات من المنتدايات هي فقط عبارة على ضججة ليخلقوها بعض التقنيين هذي قبل الشهر واقع لوجل شهر ونص تقنيين كيكون عندهم واحد الوساطة مع الشركة الاستقبال الفضائي اللي تعرفوا ليكوليس مثلا ديال اشنو تيجرى بين محادثات بين الشركات وبين الفريق ديال الدعم وتطوير ليه وتقتارح لهم بعض الخصائص يعني بشهرين قبل وهذه رابس المعروفة اكيد انه كي تقتارحوا بعض الخصائص بعض الشهرين قبل وهذك الناس ديال الشركات فهمت يحاولوا بما امكن انهم يمهدوا لهذه النقطة ويمهدوا ويوفروا الاجهزة باش تدعم لهم هذه الخاصية ويبيعوها في السوق بالتعمل اللي هم تيشوفوه مناسب وبالتالي فكين بعض الناس اللي يسربوا هاد القادية ديال في اي بي باكاج وحاولوا يتكلموا على هاد الموضوع بورقة واستيلوا وغادي يتم اضافات كده 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 فقط من اجل البيز فقط من اجل انه يبغي يطور رسول وبيين رسول الناس انه رتيفهم في المجال مع العلم انه مجال ما تحتاج ناس اللي تفهموا بهذه الطريقة التجارية فهو تحتاج ناس تقنيين اللي كيعرفوا كيفاش كتخدم بالحاجة نراكين فرق بين تقنيك وبين واحد اللي هو تيبيعو تيشري وبين تقنيك اللي هو فقط كيستورد المونتاجات وما كيصنع عايش ها هي الخاصية جات نهار الاربعة وطبيعة الحال لرفوندور الباع عراكانو سيقل لها الخبار هذي اسبوع لانهم عارفين انهم غادي توصلوا بالكودو بالزرد الحويج والناس بدون بات يقلبوا على الكودات باش انهم يخدموا هاد الفي اي بي باكاج اللي كيما قلت لكم فانا ما كنشوفها شي حاجة ايجابية في الساطيليت وما عندما تزيد ما عندما تنقص لي انه انت لاش تليجي جهاز تقبال فضائي بتلتمية درهم ولا ميتين وخمسين درهم فانت كتشرير عندك البوكي واحد جوش ثلاثة اربعة عندك بزر ديال اللي بوكي وكتآمن بواحد المبدأ انه رهي لمشا تتقطع لك واحد البوكي عندك الباديل باش تفرج عكس الفي اي بي باكاج للباديل ديالها ما كينش وتتخلص واحد الشهر اللي انت ما ضامنوش تقدر تشوف بيك اس العالم تقدر ما تشوف بيه والو المهم انت يا كما كان الحال فانت غير كفوضول من عندك بغيت تشوف هاد الباقي هذي مفتوحة في النيلسات فقط لا غير داك شي علاش انا ومليك تكون مخلص ميتين وخمسين درهم على ريسيبتور فكتكون مآمن انه ورا لمشا تلك باقرة كترجع لأي باقي ولكن الاخل ستين مية وخمسين درهم ولا مية وثمانين ولا ميتين وستين ولا تلتمية وستين ولا تلتمية وستين ولا أربعة مية وستين شوف كل روفوندور تمال لدير وفي الاخر ما كملت لك حتى 14 في الاخر ما هي كتجي كتقلب كتلقى راسك والتي بحالك بحال الناس اللي من خارطين بشكل شرعي للا وثلت شهر ربما في الباقي الرياضي ربما يمكن 7000 ريال 8000 ريال 9000 ريال يعني غير ثلت شهر الى جيتين مثلا دير ديك 3000 ريال درهمة في تسعودات القرصة التدخل في 9000 ريال 10.000 ريال للعام تقدر توصل مثلا واحد 1200 او 1300 درهم اذا انت راك وليتي بحالك بحال الواحد اللي من خارط بشكل شرعي يعني يعني سانويا ماشي بحالك بحال واحد شرار ريسيبتور بـ 1200 درهم لقاء إليميتيف بالنسبة للسيرفر يعني يلقاء فابور فانتكت وليك تنخارط بحالك بحال الواحد شرعي لي ممكن انه يمشي شريخ خدمة دي او دي اللي دبا خرجاتها بين بين نتورك وتتلقات يخلص قلب انه كنت يستفد من قنوات ترفيهية وقنوات رياضية عامة وكذلك خدمات الفي او دي وبتامان قلب من دك التامان اللي انت خلصت ديال شهر واحد وما ضامنوش يعني راه هنا في انكي ما كالحال كالمشكل وكالإشكال انه المسألة فهي كسبقاتي جارية من الدرجة اللولة يمسألة ترويجية فقط انه هاد الفارق هذا بيخلق درجة بما انه مناسبة كس العالم انهم خصوهم يديروا شي حاجة باش يتخلصوا فيها ولي رفون دورتاو ما يتبع شو فيها وبزيف دي الحويج وهي غادة تمان ما متافقين شالي تمان راه غالي حيث ببعض الاصداء وصلتني انه بعد الباعة حاولوا انه ميشتروا هاد لي كود هادو بتامان البيع ماشي بتامان الجملة ما عرفتش عنيش الدرجة هاد القادية ولكن الله يعلم كين تاني اللي قال لك او الدرع مع الدولار مقابل الدرهم طالع راه هنا وقعوا المشاكين كي اللي قال لك او الدمعات الازمة ديال الغلا وهذا واسمي سور الكودة ترى ملقيناهم غير بزز كل واحدة شنو تيقول كل واحد عطار رواية دياله فاحنا الرواية اللولة والاخرة بالنسبة لنا احنا فهد الفي اي بي باكاش كخولها صارت ما كتزيد ما كتنقص غير هي بالنسبة اليوتوبر غد زيد لي شوية ديالترافيك شوية ديالتفاعول مشاهدات لكومونتار وكيفاش درت الاتقادية كيفاش نشريو هادا ولكن بالنسبة للبائع كده ومثال مش حالك اتبيع ارالية زيد كده بالنسبة للتقني ولا بالنسبة الانسان اللي هو مواكب بادي المجال ديال التكنولوجيات الحادثة فهو رغي يشوف حاجة طبيعية بنسبة لي انا كانسان عادي مستهلك فانا كنشوف ارم غا تعطي نساء اضافة لاني انا سنآمل بالمبدأ ديال خصني نجربها ولكن باش نقول لك انا نجربها باش نبقى خدام بها فقدرها ما ضامناش نشريها وما ضامناش ولكن الى كان عندي المبدأ ديال اني شريت او خصني انضمانها رخصني مش راجع راسي انا ما كيش شي حاجة مضمونة فعالة بالشريك على الاقل ميكتشري سيرفر في بزاني الباقات را قد ضمن باقة ولا جوج ولا ثلاثة كين دابا اللي كتلقى مئن ال؛يار باقة بموا كتوا تفرج في اي حاجة بغى في القرح كيقولك صلى بغيتها ديك الباقة ونهار ديك الباقات كتحتت يتفرج في الهومين 원�وم عند عند اللي كان يتفرج و uy ون يبقاش تتسوق كيبشي ترجع لذيك الباقات اللي كانو كانوا يقولكم يقولك ما الذي ما هفرج في الصعودituه لا ما هفرجه في اسباسات، cursorو missile بارجا عني الناس دابابا دبوا لمشكلة انه او العيان دبوا الغياء ولالاش كتشبع ماشي بحال زمان كان غير شوية كانت يفرح غير شوية كانت يقنع دابا لا ولا كل شي دابا تيليفون شريت لثلث يام ربع يام صافي تيطلع عليك فراس علاش لانه مع الاسف ما تيعطيك شي اضافة جديدة يعني ما خرج شي حاجة اللي انا غنستخدمها لنفسي وغادة توفر لي اذاك شي اللي انا محتاج للمستقبل باش انا نبقى خدام بي الاطول مودة موكين اذا تتمنى تكونوا فهمتوا هاد القاعدة دي دي الفي اي بي باكاش والمسألة ديال واش مضمونة ولا لا فهدي مسائل ما نقدرش نحسموه فيها لانه في الوقت الراهن ما نقدرش نقول لكم واش نقدروا نضمنوها باش تشوفوا كاس العالم ولا ما تضمنوهاش علاش لانه وادش يبقى محسوب علينا احنا كاشخاص لانه احنا ما عارفش اش كنين في الكواليس لذلك ما كان نقدرش نعطوا تحليلات لواحد الحاجة اللي احنا ما شفناش وما وصلناش لها حي تكي اللي قليك اودي راه البي راه يقدروا يصدروا شي ميزاجور الاجهزة الشرعية ديالهم باش انهم يوقفوا هاد الديكريبتاج او لي حددوا الاجهزة اللي هي كتتصرب هاد الديكريبتاج انا بصراحة ما عنيش فكرة على هاد الموضوع وما بغيتش ندخل في الحياتيات وفتفاصيل انا تنآمن بمبدأ انه حاجة اشتا قدامي ها هي اليوم مزيانة غدا ربما توقف وفي الاول وفي الاخر رساتي اللي ترع عامر قانوات عامر باقاتي لك الهدف دي الكاس العالم على خير الله موجود في المجاني وفي الم مدفوع واللي حبي تيرا غادي تفرج فيه سر نعمل سيد الاسطرا قانوات زد ايف وضاس سر التركسات القانوات التركية بجميع الجميع الجودات تصر تفرج لها مع رسك وباخير ما عندكش هاد الشي كامل تلي شارجي ابليكاسون تفرج بتليفون ما عندكش باش تلي شارجي ابليكاسون هنا يطشد الرياضية تي انتر غادي انقله الماتشات هاد شي لي كين ما عندكش الرياضية تي انتر في التلفازة قلب على ديكو دور بعشرة درام عشرين درام من الجوطية ديل تي انتر وجيركب وتفرج فيها اه واحنا د بجميع الحلو المتاحة وغادي نمشيو احنا يا الواحد الحلي هو حل ما عنده الراس والاساس باش في اللولو اللولو الخير قلوها قد تمكن الفريق من كسر اما كين لا كسر لا والو هاد الشراء اصلا متعارف بي كين من زمان وهاد الشي فانشي هو الكسر الحقيقي لا الكسر الحقيقي للباقة هو كتخرج لي واحد المنتوج لي ومحاكي لديك الباقة بلا انترنت بلا والو ملك الكسر هو فقط عبارة على واحد السيرفور او واحد الهوستينج اللي متصل مع الموديول او لم تصل بل ارجي كارونتسينج وهو كي دي كريبتي انطلاقا من واحد البلوغين ولا واحد اضافة فاذاك نما كنت اعطى بروش انا كسر رمشي اذاك هو الكسر اذاك فقط اتاحة واحد الكسر بواحد الكارت عن طريق سيرفور اي انه انت عوض ما تدير الكارت فانتك تدير سيرفور لي وملي بها ديك الكارت او لمجموعة ديك الكارت خصوصا في ضل تواجد نظام اسمه نظام الاردي تو دو ونظام تزاوج ان دي اس طالله وليا فريوسكو